بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة إحدى الطرق اللانهائية أو الغير مباشرة وهي ما تسمى بطريقة جاكوبي لتكون لدي جبلة معادلات الجبرية A ضرب X يساوي إلى B ولنفترض أن العناصر القطرية في هذه المصفوفة مغيرة للصفر أي كل العناصر B, I, Y لا يساوي الصفر حيث I من 1 إلى N ليكتب هذه الجملة بالتفصيل إذا كتبنا هذه الجملة بالشكل التالي عند إذن من المعادلة الأولى من المعادلة الأولى هذه إذا خرجنا X1 نقلنا للطرف الثاني إذن لو عملنا هنا B1, 1, X1 يساوي نقلنا الباقية للطرف الثاني بدأت لما يبي B1 ناقص B1, 2, X2 ناقص B1, 3, X3 وهكذا ناقص ناقص B1, N X, N الآن إذا قسمنا على B1 فنحصل X1 يساوي إلى B1 تقسيم B1, 1 ناقص B1, 2 تقسيم B1, 1 X2 ناقص B1, 3 تقسيم B1, 1, X3 وهكذا ناقص ناقص B1, N تقسيم B1, 1, X, N لو سمنا هذه مثلا A1, 1 هذه A1, 2 هذه A1, 3, X3 وهكذا زائد A1, N, X, N هذا بالنسبة للأولى وقرر نفس العملية بالنسبة للثانية وبنسبة للثالثة لحصلنا على الجملة المكافئة التالية اللي هي X1 اللي هي بيتا 1 زائد A1, 2 X2 زائد A1, 3 زائد A1, N والبيتا 1 حيث أن البيتا I هي BI على B1, 1 والAIJ هذه الأمثال ما هي إلا سالب BIJ على BII وإذا كانت الAI لا يساوي الج ويساوي الصفر فيما عدا ذلك كما شرحتها فيما سبق حيث أن الAI من الواحد إلى الان والج من الواحد إلى الان سنعتبر هنا الحل التقريبي أو الحل الابتدائي هو الذي سأل مجرد بالـ X0 في هذه الطريقة ناتج عن إعطاء جميع المجاهل في الطرف الأيمن القيمة 0 فنحصل على الحل الابتدائي الأول اللي هو عبارة عن X1 هي بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 بيتا 2 الآن يمكن للحصول على الحل التقريبي جديد وبطوية القيمة السابقة في طرف الأيمن للمعادلة نحصل على حل تقريبي جديد بصورة عامة فإن الحل التقريبي اللي من المرتب كازا 1 نصر اللي من الدستور هذا علما أنه I من 1 الان والكامل من الصفر إلى الان وهكذا نسمي العلاقة هذه بالدستور التكراري لجاكوبي الآن متى نتوقف عن العمل في هذه الطريقة نتوقف عن عملية التكرار في هذه الطريقة طبعا هي طريقة لا نهائية من الطرق غير مباشرة إذا تحقق أحد مع دياري التقارب من أجل إبسيلون هو بيعطينا مقدار معلوم وصغير بقدر كافي فيجب أن تكون XLI في الخطوة كازا 1 نائس XLI في الخطوة التي قبلها أصغر من إبسيلون علما أن I هي ماكسيموم من 1 حتى الان هذا إذا تحقق أو نتوقف إذا كان هو حدد عدد التكرارات التي يجب إجراؤها نورد فيما يلي النظرية التي تبين الشرط الكافي لتقيق طريقة جاكوبي بدون برهان إذن حتى ما نتعب حالنا ونشوف أنه بعد تعب وجهد جهيد أن الجملة ليس لا حل بطريقة جاكوبي فهناك معيار للتقارب لأنها من الطرق غير مباشرة فيجب أن يحتوي على معيار للتقارب ما هو هذا المعيار يطب النظرية إذا حققت الجملة الخطية أن مجموع عناصر السطر أقل من الواحد مجموع عناصر السطر الذي تقع فيه كانت الجملة هي بواحد واحد إكس واحد زائد بواحد اثنين إكس اثنين زائد بواحد ثلاثة إكس ثلاثة زائد إلى آخر زائد بواحد إن إكس يساوي إلى بواحد لو جمعنا هدول هذا زائد هذا بالقيمة المطلقة إذا كانوا أصغر من واحد فإن عملية التكرار في طريقة جاكوبي تتقارب إلى حل وحيد لهذه الجملة دون الاعتماد على الاختيار التقريب الابتدائي مهما كانت الشعاع البدأت فيه التقريب ستقوم تقارب حتما طبعا هذا قل ما يستخدم هذا الشرط إنما كل الناس تستخدم الشرط التي ينتج عنه بالنتيجة التالية نتيجة تتقارب العملية تكرارية في طريقة جاكوبي من أجل الجملة الخطية إذا تحققت متباينات التالية إذا كانت العناصر القطرية أكبر من مجموعة العناصر التي في السطر فعلى سبيل المثال مثلا في السطر الأول في المعادلة الأولى الأي واحد واحد يجب أن يكون أكبر من أي واحد نين زائد أي واحد ثلاثة زائد إلى آخر زائد أي واحد إن هذا طبعا إذا سميناهم بي نحن في الجملة فإنه البي بي واحد إن وهذا ما يشرحه أي إذا كانت إذا كانت القيم المطلقة للعناصر القطرية العناصر القطرية التي هي بواحد واحد بواحد باتنين 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 في الجملة أكبر من مجموعة القيم المطلقة لباقي العناصر لذلك وقبل كتابة الجملة الخطية بالشكل الأخير نعيد ترتيب المعادلات بحيث تتحقق أحد الشرطين الأخيرين إذن يجب إعادة ترتيب المعادلات حتى يتحقق أحد الشرطين الآن في الشريحة التي ستليها سندرس بعض الأمثلة على هذه الطريقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته